شباب الحياة المبادرات الشبابية والعمال الجمعياتي في شباب الحياة على الحياة الفام تسمع فينا على التسعين فاصل ثلاثة الحياة الفام إذاعة القيران الصحة عسل من أسر كله ومرحبا بيكم اليوم في حلقة جديدة من برنامج شباب الحياة يلي جيكم كل أشيات ثلاثة بيش يحكي لكم على إنجازات شبابنا اليوم ويلي زادة يحب يوري لشبابنا فرص بيش يحب يطور من روحه وصيرته من المجتمع متاعه إذاك عليه اليوم شنجيبوا بحثنا ضيفة مبدعة اليوم عنا رانيم دعلول وعسلما رانيم وكانت نجم تسيت تعرفنا على روحك عسلما النس كله مرحبا بيكم مرسي سعى على الإنفتاشون جمي بخزونت رانيم دعلول كنزو نقرأ في لسي الأفنير شكرا على قبل الطعو أول ما نبدأ بحديتنا كنت نجم تسيت تعرفنا على جنيه هي وهيتك وكيفية تعرفت عليها أنا والدسان غرام كبير من اللي أنا صغيرة مغرومة بأي حاجة تخص الدسان والبنتور يعني توس كي يقلمت وراق كتوب متاع تلوين ألاج دو ستان دخلت كورال دخلت كمان جمي ممشيتش فيهم ما حسيتش هذه الحاجة اللي حاشتي بها بعدنا القروحي في عمر صغير دي ما نرسم ما نيش نرسم في حاجات برو ما حاجات سامبل على الأخر دسان زانيمي حاجات سامبل كما كيك معناها بديت من الصغيرة حبيت تدخل للفن حاولت بالموزيكا لكن ما حسيتش اللي هي حاجة توتيك ذاك عليه بديت بالبنتور والرسم وقوة اللي بديت بالدسان زانيمي ومعناها كنتي مغرومة ببنتور كيفية طورت من هالهيوية متاعك إسك دخلت معناها لدي كلوب متاع رسم حاولت إنك تخدم واحدك كهو في الدار إسك القيت مساعدة من عند عباد أخرين في الهيوية متاعك أي بيهي بيهي ألاج دي زان وليت نرسم في حاجات سامبل ما محلوة مع الأخر وما كنت شلقة بروحي لأنا نحب الحاجة ذيك أمي شلقت بيه وقعدة تتبع فيه ونهار هزا تتصاور اللي رسمتهم الكل مادام دورة دعلول إنه قران تاختيست حالة كلوب ودخلت في الكلوب ووقتها بديت انطور من الروحي خاطر مانيش النفو اللي بديت بيها قبل كما النفو متاعي تاو ولا نفو متاعي نهاريخ عندي تاوة بريسك سنكون في الكلوب هيدا عملت فورمسيون بورتري تعلمت بريسك لتكنيك لكل متاع البنتور شركت في دوز اكسبزيسيون متاع دي تابلو ومادام دورة تعلمت منها برشة حاجة تعاونتني برشة وان جران غمير سيمون له حاولت انك بلزو ما تسق المهبة هذي وهذي بفضل لامك اللي دخلتك لكلوب متاع البنتور وحاولت تتفرم في الدومان هيدا ومعناها انا قاعد نتابع فيك رانيم على استجرام ومازلت كريت معناها في البريود الأخرانية دخلت في ديكوراسيون متاع الريستو اللي شي الناسيونال ما زيت يحل في القروين لكن تنجم تزيد تحكينا على الاكسبرييونس هذي شنو صار شنو عملت كيفية جيتك الفكرة انك تدخل في الريستو هذي؟ بالنسبة الاكسبرييونس متاع الريستو جيت بزهر وما في باليش بها مولا الريستو زحبهو با عالاخر جيب دو بوزاريست من تونس في يدهم كتر جوغ بيش يكملوا ديكوراسيون الكل دونك ماذا بيهم معاهم عبد برو عندو انفي بيش يزيدي تعلم بيش فيسا تكمل الخدمة و انا مولا الريستو يعرف اللي انا نعمل بنتور يعني عندي فكرة عياتلي قعدنا نحكيو قعدوا يحكيو معايا دو بوزاريست عجبهم كلمة عطيتهم دي بروبوزيسيون و كهو بدينا نخدمو على رواحنا كانت اكسبريونس محليها على الاخر و تعلمت منها برشا حاجات و دي تكنيك جدودة خطرة و انك ترسم على الحيت مشو سيهل جملة متاعها بالرسمة يتغلط اقل غلطة كل شي يمشي على روحه و حاجة اخرى انك ترسم انك من الرسمة تواصل المساج للعبيد اللي بش تدخل الريستو مشو سيهل جملة معناها رانيم انتي في الاجد كاتورزان خدمت في الديكوريسيون بتاع الريستو الاشيل الناسيونال تعلمت من عن دو بوزاريست جيو من تونس معناها في بريودة بتاع اربع عيام تعلمت معناها دي تكنيك انك ترسم على الحيت و كما قلت انتي حاجة صعيبة نتصورها والغلطة بفلقة ايه رانيم اسك تعرضت شوية لبريسيون من عند عباد شوية انتي قديت هيك عرضتك شعال الريزوس اسيو نقدي بنت نجم تتعرض له في اي دومين راو مش كان البنتور حاجة عادية على الاخر كل واحد عند وجهة نظر خدمتين ما تنجمش تكون برفي و مش بش تعجب الناس كل دون كل العبد يشوف فيها غلطة و غاليش لامان نبنيش عليها النقدي ذيك حاجة ما خير هاي ومعناها انتي توا كيفه نوية تستعملها الهواية هيدي بشتحسن من روحك زيادا هاك خدمت معناها الليشين البروفيسيونيل وخدمت مع ريستوران كبير معروف معناها بالكدي كيفه نوية معناها تتخدم بها روحك تحسن من روحك بهيبون البنتور يخليك تحسن من روحك برشة حاجات كيما تحسن من الضوقة متاعك في لبستك وطوسكية ديكوراسيون وكلور وزيدون بلوس البنتور يخليك كلم خاطر ما تنجمش تخدم تابلوه وانتي على عصابك وانتوكا هي حاجم تعكيف تصنع بها جو الروحك وتخليك سوسيابل اكثر مع العبيد وايس كترا انو الهواية كيف هيدي نجم تعاون شبيب لليوم سورتو كيفية تنجم تعاونه في حياتو اليومية وحتى مثلا تعاونو كل سواء في السيفي ولا تعاونو انو يخلط مثلا الاحلام وطموحاتو بهي هي تنفسلك حاجة شو مش البنتور كهو وايهواية تنجم تعاون شبيبنا اليوم فيزيكم ومورالمون اول حاجة تنقص من الاستريت وضغوطات متاع القراية والدار يخليك تصنع عالم وحدك وتخرج شوية من الروتين يخليك زيدة تقوي من شخصيتك كي تخليك ديما اكتيف مش كي ما عابدي يقرأ يا فدار كي ما عابدي عندو باشي عبي وقتو وزيد ان بلوس تنجم تنفع كنهار اخر في الكارير متاعك كم انتي قلت ولا في السيفي ماذا بيك ديما تخلي حاجة معاك غير القراية تصنع بيها مستقبل الروحك وبرب ينصيحها لليجون كلي يبدي وقعدين يا فدار يا فالسالون دوتي وبعد يقول لك ما فهمتش عليها ما عنديش موهبة ولا شبيني ملقيتش راو ما فاميش عابد في الدنيا هذي ما عندوش موهبة اما لازمك تلوج عليها وتجرب برشة حاجات وتوطلقاها اما مش انتي ما تعملش مجهود وتحب هجي واحدة دونك بالرسمي ليجون مادامنا صغار ونقرأو كها ونعملو مجهود ونحسنو من رويحنا قبل ما يفوت الفوت واسك توا انتي مثلا رأيك الشخصي ترى انو مثلا بانتر تنجم تكون معناها خدمة للعباد خطر ديما تحس في السوسي تيمت يعنا بانتر معناها حاجة راي ما تجيبش برشة فلوس حاجة ما هيش خدمة تنجم تبقى كين هواية بو اي انا بالنسبة ليلي نخليها كين هواية ما ناخذهش كخدمة خطر البانتر ينجم نهار يطلع نهار يهب نهار تبيع عشرة تبلويت نهار ما تبيعش نهار تخدم نهار ما تخدمش دونك ماذا بيك خليها هواية وإلا تنجم تخدم بها هي الدخل بها برشة فلوس اما ما تضمن لكش انك الدخل كل يوم الفلوس عايشك مرة اخرى رانيم على قبول الدعوة اليوم كانت معنا رانيم الدالول حكيت كنا على الامبورتانسة على البنتور على شبابنا اليوم وصورتو حكيتنا على الاكسبريونسة متاحة في ديكوراسيون الاشيال ناسيونال مرجرية عمرها صغير وقبل المنوفاء وحساتنا اليوم رانيم عندكش كلمة ختام ليه كدديكاس تحب تقدمه بيه نشكرهم مساعة الي اكتشفت معناها الموهبة الي فيا وابا ازادة بانسور نشكروا خطر عاوني برشة ونشكرهم الزوز على الفلوس خطر تتكلف برشة ونشكر صحابي واخوتي يعني عائلتي كل اللي اعطوني هكا موتيفاسيون بيش نزيد نقدم في البنتورة خطر ماكنش برو ماكنش حاجة مزينة ماكنوا يقولولي محليهم يزيدوا شاجعوا فيها اكتر معناها ومتحبش زيدا تقدم تاحية للريستو ناسيونال اللي حط فيك ثيقة وزيدا الحياة فيهم اللي عاونتك بيش تزيد تبرز وتزيد تتعرف في القيروان هاني قطلك عادينا ملو لغو مخسيمون اللي كمنتو مع الانفتاسيون ونشكر زيدا مولا الرستو اللي خليني نعيش الأكسperience هذي خطر ما غيرو هو ماكنش الناج منعيشها ومولا انستجرام زيدا من فاست الرستو وبرش عبيد زيد تعرفتني لاننا عم بنتور وكهو عايشة كمارو اخرى رانيم على قبل الدعوة اليوم كانت معنا رانيم الدعلول احكيتنا عن الانبورتانس انتع البنتور على الفرض وصوتو على السوسيتين متاعو وزيدا حكيتنا على الاكسperience متاحة في ديكوراسيون كانت كبيرة برشة اليوم كان معكم حمودة بنورال ميكرو محمد ضي فجري كوتاي ديجيتال سي احمد المخلوفي كوتاي سان باي باي في حلقة جديدة شباب الحياة المبادرات الشبابية والعمال الجمعياتي في شباب الحياة